الحمد لله مرحبا بكم مع ويبقى الأثر هناك عمى ليس في العيون يسمونه العمى الزمني أن يسرق عمرك وأنت لا تشعر أو أن تضيع في الليالي والأيام والساعات والثواني وأن تقول هناك فرصة وبقي فترة وتضيع الأعمار وتشيب المفارق ويلتفت العبد فإذا هو لم يقدم لأخراه شيء قد يكون قدم لدنياه شيء لكنه ما قدم لأخراه شيء وليس له أثر يبقى لو أن إنسانا أخذ من جيبك ريالا وأنت لا تشعر لمسكت بيده ولقلت سارق ريال يأخذه منك تسميه سارق ويسرق منك ثلاث ساعات كلام فاضي كلام فارغ ومع ذلك تتركه يسرق من عمرك السرق من الأعمار أمر يجعل الإنسان يشيخ وهو لم يقدم لأخراه شيء بل إن والله إن البعض لم يقدم لا للدين ولا للدنيا فالذين يسطون على أعمارنا يجب أن نوقف سرقتهم الهدر الزمني ينبغي أن نوقفه إذا بلغ العبد الأربعين خاصة ينبغي أن يعيد ترتيب الأولويات حتى يكون كثير من جهده للآخرة ليبقى له يوم القيامة أثرا يسعده استودعكم الله اشتركوا في القناة